ازايكم عاملين ايه فيديو النهاردة هعمل معاكم الفطير الجميل ده الفطير مورق كده شايفين كل طبقة لوحدها هوريكم النهاردة هنعمله ازاي بطريقة سهلة جدا واهم حاجة طريقة التسوية بتاعته عشان ما ينشافش منك طبعا انا هنا العجينة مش مستهلة ان انا عملها فيديو هي العجينة اصلا عبارة عن 3 كبات دقيق ونص معلقة ملح ومعلقة سكر كبيرة وهنا بعد ما ارتحت ساعتين هي دي الطريقة بقى بتعجيني الطريق العجينة عادي جدا اهم حاجة تريحيها كل ما تريحيها تبقى احسن معاكي بنفردها بقى بالشكل ده وحط اسامنة على زيت عشان خاطر اسامنة لو لوحدها هتعمل معاكي هتجمد معاكي بسرعة مش هتعرفي تفردي الزيت بيساعدها ان هي تفرد معاكي انا عندي على فكرة رخامة صغيرة يعني ما فيش اي حاجة تمنعك ان انت تعمليه هو سهل جدا وطرقته سهلة بتحركيه كده وبالطريقة دي هتلاقيه بيتفرد معاكي بكل سهولة شايفها ازاي بتفرد من غير ما يرجع تاني تمام افرديه بقى كده بالطريقة دي وبعد كده هتحط ايدك من تحت الجيبيه كده من النص الحتة التخينة دي لازم تفرديها برضو عشان تتفرد معاكي ويبقى الطبقات بتاعتك كده خفيفة وجميلة وطبقاته تبقى كتيرة وبعد ما فردناي بقى بالطريقة دي هنبتدي نحط سمنة وزيت بتوعنا وبعد كده هتطبقي انا هنا بس اتقطعت مني لسبب ان الرخامة صغيرة فالعجينة دي الحتة اللي اتقطعت دي اللي هي نزلة من على الرخامة فالحمن بتاعها قطعها بس لكن هي لو الرخامة عندي واسعة او صانية كبيرة معاكي مش هتقطع معاكي كده خالص وهو عموما يعني عادي لو اتقطع مش مشكلة كله بيدخل جوا العجين مش بيبان وتطبقيها بقى بالشكل اللي عجبك الطريقة اللي تريحك في التطبيق او تطلع معاكي تطبقيها بيها بعد كده بنجيبي هنا صانية وبندهنها بالسمنة والزيت برضو وبنحط فيها الفتيرة اللي انت عملتها وتسيبيها ترتاح بقى حوالي 5 دقائق 10 دقايق بعد كده تبتدي تفرديها هتتفرد معاكي بقى بكل سهولة هتجيبي كده من النص لحتة التخينة وتفردي لبرا هتاخدي من جوه لبرا ولو الحروف معاكي تخينة برضو بتدوسي عليها وتعملي السمك اللي انت عايزة لها قلبه وطبقاتها كتير وتفردي على الاخر عايزة خفيفة بتفرديها بالطريقة دي كده هتطلع معاكي مورقة وجميلة وخفيفة وكل حاجة اهم حاجة بقى طريقة التسوية شايفين اواريكو دلوقتي انا بسوي فين؟ شايفين حطاها فين؟ في قعر الفرن من تحت فوق النار على طول وبعد كده بحطاها على الشبكة او ما تاخد لون ذهبي من تحت حطاها على الشبكة الرف التاني تحت الشوية وبتدينا بقى لون الذهبي الجميل ده وبنطلحها شايفين الجمال؟ قربوا لي رأيكم ألف هانا